انعقد اليوم الخميس بالرباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش خصص لتتبع عرض وللمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى مقترحات تعيين في مناصب عليا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناتق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس قال خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس إن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أكد خلال الاجتماع على أهمية دعم المجتمع المدني بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنطة به دستوريا أشاد السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاح بالدور الجوهر الذي يطلع به المجتمع المدني في التأطير فضلا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها في التنمية ببلادنا ومن جهة أخرى قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناتق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس خلال عرض حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني قدمه أمام مجلس الحكومة قال إن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني حفزت الاشتغال على استراتيجية جديدة ترم تمكينه السيد بيتاس أوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور أساسية يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية ويركز المحور الثالث على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجهي إليها ويسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني أما المحور الخاميس فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني مجلس الحكومة صادق خلال أشغاله على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين مشروع هذا المرسوم الذي قدمته السيدة ناديا فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يتوخى تحديد كيفيات إجراء مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يهم التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية مجلس الحكومة صادق من جهة أخرى على مشروع مرسوم خاص بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز متحف المغرب وفي ختام أشغاله صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا تبقى للفصل 92 من الدستور ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا